السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحانات ديالي حانات كاريدليس. اه كانت من اليوم اه تكونوا بألف خير وعلى خير ان شاء الله. بغيت ندي لكم اليوم الفول مدمس ديال الطريقة المصرية اه على طريحتي انا طريحة كاريدليس. عندي هنا الفول يابس. اه غادي نقيم زيان من الحجر ومن هذا. ومن العواد. وعندي واحد شوية ديال العدس. اللي حتى هو هما كيديروا العدس يعني داك المقشر. اللي تيكون ليموني. ولكن انا غادي ندير هادارة اللي عدس والفول ديال 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 البلاد يعني بلدي هوا والفول مهم هوا نقيتو غا نقيتو غا نقيتو غا نبيتهم ليلة كاملة في الما. غا نعمر عليهم الما طايب يعني طايب. الطيب والما عديرو ما ديروش الما بارد. بحل كاتف الزجولوبيا. وغا نخليهم ليلة كاملة. من بعد ان شاء الله صبح من النوض. اه غادي ننغس لهم مزيان. وغادي اه وده بشوفو كي ولا كي تنفخو كي ولا ضاعف الحجم ديالو. وحتى العدس يعني في زق مزيان شوف كي ولا لونو. هنحاول نغس لهم مزيان. وغادي اه نخلط مع هادك العرس. وغادي نديرهم في الكوكوت. هما عندهم واحد اه كي يقولوا لها الدماسة. ديرها بحل بحل البرما هي طويلة. بحل الطاوة هي طويلة ماشي. بحل اللي كنديروا فيها الحليب واللبن في العربية. اه وعندها غطيتها. عندي هنان مع دنوس والثومة عندي شوية الكامون وشوية الفلة حلوة. والزيت البلدية والثومة مضحوقة مع القزبور مع دنوس. هادك الحامض اه ما وما غاديش يخليه كحال. اه لان الفول عادة اذا طيب تيب وحده هاك عادي كي يكحال لونو. مهم انا دارت هنا دك العطرية دارت تغير اه مع القاة صغيرة الكامون ونص مع القاة صغيرة دي اللي الفلة حلوة. دارت اه واحد نسكة الزيت البلدية. هما ما كيديروش هاد طريقة هادي تديرو ماطيشا وما كيطيبوها هكا تقريبا غايب الملحة. اه قزبور مع دنوس مدقوع وما رأ اصلا فيهم الملحة. ودك العسر الحامض. ندير فيه المطايب. مهم ندرنا للمطايب وغادي ننخلط هادك الخاليط وغادي نسد على الكوكوت. باشي طيب لي ان شاء الله الفول ديالي. ها هو الفول ديالي منين طاب عبترا ولا ولا زبدة. الله عبتيا بتي فتيتي اه اه اكي ولا وبنين. انا تقريبا ان شفته من ديك المرقة ديالو. سخون ما قد ديتنا زو حدا اقنى زو حطا. مهم كنشارك معاكم ان شاء الله هاد الفول كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. ومع الخبيز ومع هاد البانان اللي بقى قاما طاب. وكنتمنى لكم ان شاء الله نهار جميل بكل ما كنتمنى وان شاء الله. امتحانة لي سهليكم على وليداتكم فيهم. وبسلام عليكم ان شاء الله في فيديو قادم يا ربي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة